اشتركوا في القناة والمترو في تونس الكبرى بسبب توقف فجئي للأعوان عن العمل ومساعي حثيثة لإعادة سير الحركة وحل الإشكال الأمم المتحدة تعلن عن موجة نزوح لأكثر من 200 ألف سوري من مدينة إدلب ومعارة النعمان تتحول إلى مدينة أشباح نستهل النشرة بآخر المستجدات المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل الحكومة المرتقبة حيث قال رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي إنه لن يتم الإعلان عن تركيبة الحكومة اليوم جاء ذلك عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج قال المكلف بتشكيل الحكومة لحبيب الجملي أنه واطلع رئيس الجمهورية قيس سعيد على المستجدات المتعلقة بمسار تشكيل حكومة كفاءة وطنية مستقلة عن كل الأحزاب وذلك خلال جلسة عمل بقصر قرطاج وأتوقع الجملي الإعلان في أقرب الأجال عن تركيبة هذه الحكومة بعد تثبت في كفاءة ونزهة المرشحين لعضوياتها مهم بالنسبة لي هو أني أبقى وفي لما التزمت به أمام الشعب التونسي وأمام الرأي العام وأحرص على التحري جيدا في كفاءة ونزهة المرشحين وبعدهم عن الالتزام السياسي في الأحزاب وفي قصر الضيافة بقرطاج نفى الجملي تلقيه طلبا من رئيس الجمهورية بالعودة إلى الأحزاب في سياق المشاورات الهدفة لضبط القائمة الهائية لفريقه وبين أنه تواصل مع قيس سعيد بخصوص حقيبتين الدفاع وشؤون الخارجية تبقى لما يقتضيه الدستور تواصلت مع سيد الرئيس اليوم مطولا حول تشكيل الحكومة ونظر في حقيبتين الدفاع والخارجية وأن القيته مطلعة على سير هذه المبحثات وله كل المعطيات ألا حبيب الجملي قال إنه مشتايد في تكوين الحكومة التي وعد بها مع تجنب التسرع وتبقى للجالد السورية يتعين عليه تقدم تركبتها في أجل لا يتعدى 19 يوما تأخير ظهر لي لكلكم عايشين في تونس وتعرفوا كل واحد ما ترشح أنت بشتبت فيه بشتشوف خاصة الترشيحات الجديدة على ضوء اللي صار بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب الأربعة يعني فيه وجوه جديدة يجب أن نثبته إذا كانت تحرينها في البقين جيدا من قبل طبعا على الأقل نتحرينها لحد الأدنى وإذا كانت تأكدوا من المصداقية والنزاهة وأن تأكدوا من عدم الارتباط بأحزاب هذه ليس حاجة سهلة ليس حاجة سهلة يجب أن تعرفوا ليس حاجة سهلة وبهذا يتوقع أن يعلن الأحبيب الجملي عن تركبة حكومته مطلع الأسبوع القادم تطورات الوضعين الأمني والاجتماعي في البلاد والاستعدادات الأمني على الطرقات والحدود بمناسبة عطلة آخر السنة كانت أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال وصرح الشاهد عقب هذا اللقاء أن رئيس الجمهورية أكد ضرورة تواصل عمل المرفق العمومي إلى حين تسلم الحكومة الجديدة لمهامها استقبل أني عشيت اليوم سيادة رئيس الجمهورية وقدمت لسيادة رئيس الجمهورية آخر التطورات في الوضع الأمني والاجتماعي في البلاد وأهم الاستعدادات لعطلة آخر السنة الاستعدادات الأمنية على الطرقات في مستوى الحدود والأمن العام وأكد سيادة رئيس الجمهورية على ضرورة تواصل المرفق العمومي في خدمة المواطنين إلى حين تسلم الحكومة وأكد إلى سيادة رئيس الجمهورية استعداد الحكومة إلى تسليم الأمور للحكومة القادمة في أقرب الأجل تعيش تونس الكبرى اليوم على وقع شلل كلي لحركة الحافلات والمترو بسبب توقف فجئي للأعوان عن العمل في الأثناء تتواصل المساعي حفيفة لإعادة سير الحركة كاميرا الأخبار نزلت إلى الشارع ورصدت أراء عدد من المواطنين ممن تعطلت مصالحهم كما حاولت البحث في أسباب هذا الإضراب نتابع افترارا لاختيارا سلكوا طريق العودة إلى منازلهم أو مكان عملهم أو قضاء شؤونهم مشيا على الأقدام فيما بقي البعض الآخر على جنبات الطريق على أمل الضفر بوسيلة نقلين بعد توقف فجئي وكلي للمترو والحافلات التابعة لشركة نقل تونس جيبش نقصها نشوف الشبابة كلها مساكرة ما فماش نقل أمم قنرفين ونقض ملوحين هنا وعندي ساعة من زمان كنت في المستشفى على أساس باش نروح بكري نمشي المحاطة بتعرض عليها وماشي كيران مترو ووقف كل شيء ووقفت نحير خذر مزوقة على الشاجية حتى هنا بالله نحاب نعرف كيف هو الزمب لنا أقرح سابك الشعب اللي بشي قدم له أنتي أطلب حقك ما ما تطلبوش أكاية انت أنا عندي تاو عندي دوسيز من صبو ما نصبوش تاو سي ما عتمشي على روح فن معنات هاك شافت تسببهم هم هم معنات غريف عشوائي كاك ناش بالتخصر مسلاح توقف عن العمل قال كاتب عام جامعة النقل محمد التركي إنه جاء كردة فعل من الأعوان على تأخر صرف أجور ومنحة شهر ديسمبر فيما أكد مدير عامي شركة نقل تونس أن هذا التأخير يعود للصعوبات المالية التي تمر بها الشركة التي تواصلت لحلول مع صورة الإشراف هذه ردة فعل لقطة ردة فعل قواعد شركة نقل تونس ما نتعان دخوصية نهار 12 ديسمبر إذا ما يصبوا لهم البريم اليوم القواعد انفلت الناس كل دخل الكيران وما يرجعون لما يتصبوا شهرياتهم من كل يكلمتني مدير ديوين تطلي راهوا السيستام في الواحد راهوا تصبوا الكل وما راهوا السيستام تقصوا في البنك سونترال الخدامة يتحكي معهم ومشي نالم وكل يتحكي معهم ويقول لكلما تصب لي شهرياتهم مش ناريش عن أخذ الظروف المالية متاع شركة نقل تونس ما ما كنتناش في أنه نفاوب بالوعدة بتاعنا في التاريخ اللي تم ضبطه راه المنحة هذية والأجر هذية نحكيه على 30 و 35 مليار خذينا موافقة مبدئية من طرف ثلاثة بنوك على تمويل المنحة آخر السنة وعلى تمويل شهريت ديسمبر بقى الجراءات متاع الديبلوكاج متاع الفلوس هذية هي اللي تولد شوي هنا للساعات القادمة لكون المنحة في حسابة الأعوان وانشاء الله يرجع الترافيق على الخطوط متاعنا عوضة لعمل خطوط الحافلات والمتر قد يكون في الساعات القليلة القادمة إثر توقف فجئي وكلي عن العمل لأعوان شركة نقل تونس التي توفر سنوياً مئتين وخمسين مليون دينار بين أجور ومنح مقابل مداخي لا تتعدى المئتي ألف دينار منها ستون مليون دينار مداخل الشركة والبقية في شكل منحة دولة وهو ما جعلها تمر بصعوبات مالية منذ سنوات ينتظر أن تتحسن مؤشراتها مع برنامج إعادة الهيكلة لشركة يمتد نشاطها على كامل إقليم تونس الكبرى ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف محمد شملي المكلف بالاتصال بشركة نقل تونس سيد محمد شملي مرحباً بك إذن على ما يبدو كنتم في اجتماع مع الهيكلة المهنية لو تقدم لنا أبرز ما خلص إليه هذا الاجتماع وهل من اتفاق خاصة على استئناف حركة الحافلات والمترو شكراً لك وتحية لكافة مشاهدي التارزل الوطنية قبل كل شيء باسم إدارة العمل شركة نقبي تونس نحب أن نعبره على اعتداراتنا على الإزعاج الكبير اللي صار اليوم بعد توقف الفجر عن العمل بكامل خطوط الشبكة على كل حال حالياً ميزار في الجارة المتواصلة مع ممثل الجامعة العامة النقل وكيف كيف في محمد علي بغديري عميل عام مساعد للإتحاد اللي عم تنسي الشغل وإن شاء الله ثم أبو وادرين في راج إن شاء الله ندفوها حتى قبل ما يوفى شريط الانباء مبدعياً ثم أبو وادرين في راج ما نعرفوشي اليوم في الليل ولا قد وصباح ترجع خطوط كل تشتغل المهم توصلنا مبدعياً إلى حل في انتظار بطبيعة عملية الخلاص معنى كافة الأجور والمنحة بين يومي الأثنين وثلاثاء نظر التعطيلات اللي نصح على مستوى البنوك بسبب إجراءات تتعلق بها سيد محمد شمل إذن ننتظر عودة قريبة لحركة نقل المترو والحافلات إن شاء الله مفاوضات بدأت إيجابية بشتتجاه في الاتجاه إن شاء الله من هنا البعد قليل يستقض اليوم في الليل ولا قد وصباح إن شاء الله ترجع حركة الأسطول إلى سيلف نشاط نرجو ذلك طبعاً المكلف بالاتصال بشركة نقل تونس محمد الشملي شكراً لك نشرتنا متواصلة مشاهدين وفيها بعد قليل مع اقتراب الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة أسعار تفاضلية في عدد من الوحدات الفندقية بجزيرة جربا رغم تسجيل تراجع مهم في السياحة الداخلية لكن قبل ذلك وفي مشغل فلاحي احداث صندوق لدعم منظومة زيت الزيتون والعمل على إيجاد تمويلة إضافية لديوان الزيت ليتمكن من استيعاب وفرة الإنتاج من بين القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة أزمة زيت الزيتون صلب مجلس نواب الشعب في مسعى لإنقاذ هذا القطاع لتجاوز الإشكاليات التي يعيشها قطاع زيت الزيتون نتيجة الصابة الاستثنائية لهذا الموسم قررت خلية الأزمة صلب مجلس نواب الشعب الشروع في إعداد مبادرة تشريعية لتأسيس صندوق لدعم منظومة إنتاج زيت الزيتون والبحث على موارد إضافية توضع على ذمة ديوان الزيت ليتمكن من استيعاب وفرة الإنتاج تمكين ديوان الزيت من إمكانيات أكبر من أجل التخزين وتمكين أيضاً الفلاحين من قروض بفوائد بسيطة أو بدون فوائد أصلاً تشريع الاستهلاك المحلي إعطاء قيمة مضافة لمنتوجه متعان نعمل تخصيص صندوق لدعم منظومة زيت الزيتون كيقول منظومة تعتني من المنتج اللي هو الفلاح للمعصري المعصراجي للمصدر للموزع لديوان الزيوت وبالتالي سنشتغل قريباً جداً على تأسيس صندوق لدعم منظومة زيت الزيتون كما تم الاتفاق على إعادة النظر في السعر المرجعي لزيت الزيتون وإيجاد حلول عملية لأصحاب المعصر الذين لديهم مشاكل مع البنوك اتفقنا أنه يقع النظر في السعر المرجعي اللي يحفظ للفلاح ما يخليوش يبيع بالإخسارة واللي يحافظ زيتها كذلك يجعل أن الدولة تتحمل جزء مسؤولية في تعديل أسعار البيع للمستهلكين التوانسا حتى يكون فما معالفها حفاظاً على الفلاح وكذلك أنه المستهلك ما يشريش زيت زيتون بأسعار مرتفعة بعض المتدخلين في القطاع وصفوا هذه القرارات بالمهمة جداً لكن يبقى الإشكال حسب تعبيرهم في تفعيلها خاصة أن أغلب هذه القرارات يجب أن تعرض على الحكومة للمصادقة عليها إجراءات مهمة جداً ولا نقول مهمة جداً ولكن هذه الإجراءات رأي ما يشبش تتفعل طوى معناها اللي هو الفلاح مختنق اللي هو الفلاح محتضر يعني الأصل في الشيء لا بد من نحويش مستعجلة الحاجات الهامة جداً ولكن إن شاء الله تتفعل في أنه معناها الديواني واللي يقبل بسعر معناها التكلفة ويقع دعمه للمستهلكة وحسب التقديرات ستوفر صابة الزيتون خلال الموسم الحالي معدلة إنتاج بحوالي 350 ألف طن وقع رئيس مجلسين وبالشعب رشد الغنوش اليوم على الميثاق الوطني لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة شوق الطبيب معلناً بذلك انضمام البرلمان لهذا الميثاق الوطني الذي يندرج في إطار حرصه على الاطلاع بدوره في سن التشريعات والانخراط في الإصلاحات المتعلقة بمكافحة الفساد وإرساء مقويمات الحكم الرشيد وكان المجلس الوطني التأسيسي دعا إلى إرساء هذه الاستراتيجية التي تكرس دور البرلمان في التصدي لظاهرة الفساد ومكافحته كما تولى البرلمان السابق المصادقة على جملة من مشاريع القوانين في هذا الاتجاه تأسست هذه الاستراتيجية واليوم المجلس نواب الشعب يوقع على هذه الاستراتيجية كما وقعت عليه هيئات أخرى ونحن ندعو كل الهيئات الوطنية في كل المستويات أن تندرجها وبجدية وبجهد كامل في مقاومة هذه الآفة الفساد من أجل حكمة الرشيدة لا سبيل للتنمية بدونها ما نأمله هو أنه مع إمضاء اليوم السيد رئيس مجلس نواب الشعب على مفاق الاستراتيجية بشي تعزز بطبيعة الحال دور وموقع المشارع التونسي سينضم مجلس نواب الشعب إلى لجنة قيادة الاستراتيجية سيعمل وهذا ما نتمنى على تعزيز أكثر الترسانة التجريعية عبر تنقيح بعض القوانين الهامة التي سبق أن ذكرت بها ونحتاجها ولعل على رأسها تنقيح مجلة الاجراءات الجزائية جمع الأحكام والنصوص القانونية التي لها علاقة بالصفقات العمومية والشراءات في مجلة واحدة وغيرها أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم بأنه تقرر تعين محسن معز الميلي واليا على باجة خلفا لسليم التساوي الذي تقدم بطلب أعفاء من مهامه وكان التساوي قد قدم استقالته يوم ثاني من ديسمبر الجاري إلى رئاسة الحكومة لأسباب شخصية وفق ما جاء في نص الاستقالة وحسب ما أكده المكلف بالأعلام بالولاية عبدالحق الجرامي في تصريح إعلامي وجاء تستقالته بعد يوم واحد من الحادث الأليم الذي جد بمنطقة عينس نوسي بالجهة والذي أسفر عن مقتل ثلاثين شابا وشابا في المجال السياحي تعمل العديد من النزل في تونس وتحديدا في جزيرة جربة بمناسبة الاحتفال بالسنة الإدارية الجديدة تعمل على اعتماد أسعار تفاضلية تستند إلى تخفيضات مهمة لم تقتصر على السياح الأجانب وإنما شملت التونسيين وعلى الرغم من ذلك فإن الوحدات الفندقية هذه السنة تسجل تراجعا مهما في مستوى السياحة الداخلية هذه السائحة الفرنسية تعود عديد المرات إلى جزيرة جربة لقضاء عطلة نهاية السنة واستقبال العام الجديد تعود دون التفكير في أسعار الحجوزات التي قالت أنها مناسبة مع جودة الخدمات المقدمة وهي تعد سائحة من عديد السياحة الذين أكدوا أن أسعار الحجوزات مناسبة حسب قولهم أعتقد أن الأسعار معقولة بالنسبة إلى النزل من فئة خمسة نجوم مع ما يتوفر من مستلزمات فندقية متميزة مثل ما ترى يقع النزل في مكان متميز إضافة إلى عامل النظافة وما يقدم لنا فهو جيد أما بالنسبة للأسعار فأعتقد أنها تبدو معقولة أسعار الحجوزات التي تضعها الوحدة السياحية بمناسبة الاحتفال بدخول سنة عشرين وعالفين تكون بتخفيضة هامة بهذه المناسبة إضافة إلى أن الأسعار تختلف من وحدة إلى أخرى حسب البرامج الفنية والخدمة الفندقية نعملو اللي هو نسميه اللي هو نسميه اللي هو فورفيل الباكيج متعرس العام فيه البيت وفيه السهرية والعشاية وكل شيء أما اللي نعملوها خاصة للسوق المحلي للتوانسي هذوكم نعملوهم ديمة أسعار أسعار تخفيض كبير مهم معناها بش هوم زاد أي نجم وجيو من تونس سناك أو سناك عملنا أسعار تفاضلية خاصة للسوق الداخلي خاصة للتوانسي عملنا أسعار التفاضلية الملاحظة السناك والغريبة شوية أنه ما لم يصير توانسي نحن على خمسمائة حارية بشكل متواجدين للتراز السناء ثم ثم ثمانية حرفاء التوانسي المعدن نسبة للحجوزات المتوقعة والمساجلة إلى غاية يوم 20 ديسمبر هي في حدود 40% وهي فينا سقب وفي ارتفاع متواصل التي تبلغ الضر ومتاح إن شاء الله يوم 31 ديسمبر كل الجنسيات ستكون متواجدة رغم التخفضات التي وضعها أصحاب النزل لاستقتاب السياح التونسيين إلا أن أسعار الحجوزات تبقى ضعيفة في عديد الوحدات الفندوقية بالنسبة للسوق الداخلية مقابل توافد أعداد هامة من السياح الأجانب قدم مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل خلال ندوة صحفية تقريره السنوي بشأن وضع التفولة في تونس أبرز ما جاء في هذا التقرير في الروبرتاج التالي أشار التقرير السنوي لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بشأن وضع التفولة في تونس لسنة 2018 إلى أن نسبة تعاطي المخدرات في الوسط المدرسي بلغت 9.2% من بينهم 1.7% بلغوا مرحلة الإدمان كما سجل التقرير في تعرضه إلى مسألة العنف وجود قرابة 16 ألف حالة عنف في مرحلة الأدد والثانوية نسبة العنف التي لا تقلل ستش هي نسبة الإنقطاع المدرسي التي لا تقلل ستش هي نسبة العنف داخل الوسط الأوسري كيف لا تقلل ستش لابد متفكير لإعادة برامج تكون فعلة أكثر كذلك في تشغيلهم رغم أن تونس المعدل العام في العالم الكل 13.9% الأطفال يتم تشغيلهم نسبة 9.5% بارك معناها المعدل المتاعنا به المديرة العامة لمرصد الألام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حق الطفل التي أشارت إلى أنه سجلت مؤشرة إيجابية في تطور عدد الأطفال المستجلين في رياض الأطفال والمحظن والكتتيب بيانت أن عدد الظواهر السلبية المؤسجلة مرتبطة بالانقطاع المدرسي 101 ألف طفل منقاطعين يتسكعوا في المحيط المدارس يروجوا في المخدرات هما يريدون أن يتعطيوا في المخدرات هما يقاعدين يستقطبوا فيهم في الاستغلال الاقتصادي يستغلوا فيهم في اللي يشغلوا فيهم أرضها للإتجار وما تواهرنا 147 حالة إتجار بالأطفال قريبا 450 طفل تواه يختلص الحدود وضعية الأطفال أصبحت اليوم هشة رغم كل المجهودات المبذولة من الأطراف المتدخلة هكذا اعتبرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيل عبيدي التي ذكرت في هذا الصدد ببعض المبادرات القانونية والإجراءات التي قامت بها الوزارة من بينها المتعلقة بمنهبة كل أشكال العنفة وبمجال إدماج الأطفال وغيرها الضوهر احنا رصدناهم ولكن الأهم في رأيي أنه إذا كان عندك إيرادة سياسية باش تقدم البديل وتقدم كذلك الاستراتيجيات وتعمل الآليات اللي هي تطبق هالقوانين هذية وتخدم المجتمع من ناحية الوقاية والحماية والرعاية مجلس الأعلى للطفولة سننطلق فيه وعملنا عديد الأشياء وحتى كراس الشروط صحيح أن القانون ما تعداش ولكن لقينا البدائل والبدائل هذية تمثلت في تطوير كراس الشروط وقد اعتمد التقرير في إنجازه على استقراء مضامين التقارير القطاعية الواردة من مختلف الوزارات والهياكل ذات الصلة وتحليل المؤشرات لقاء سنوي داب الاتحاد العام التونسي للشغل على عقده في ختم العام ضمن جامعة المرأة والشباب والعلاقة مع المجتمع المدني نظمه بالحمامات وتم خلاله تسليط الضوء على مشاغل المرأة والشباب في تونس بلورة أفكار ومشاريع تضمن حذور المرأة والشباب أكثر فأكثر صلب الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى ساحة الوطنية وتعزيز هذا الحضور عبر تشبيك الرؤى ودعم المبادرات الجيدة رهان لقاء جامعة المرأة والشباب النقابية السنوية في دورته الخاصة بـ 19 و2000 الذي نظمه الاتحاد شبابنا وانساء الاتحاد وانساء تونس هم لابد أن يكون قدرة على الإبداع قدرة على الخلق قدرة على السنباط معناها الحلول من خلال نحن تعرف الاتحاد تقريبا الحكومة أخذت نصيب الأسد في 90% من المشروع لقدمه الاتحاد القانوني على اقتصاد التضامن الاجتماعي قدرة على المبادرة في خلق معناها المشاريع الخاصة كذلك اليوم الاتحاد هو مدرسة تكوين نعم ولكن كذلك مدرسة بشتسقل معناها القدرات الملتقى السنوي جدد الدعوة لضرورة تطوير تدرج الشباب والمرأة صلب المنظمة الشغيلة وفي الهياكل والمؤسسات كلها مسلطا الضوء على أهم قضايا الشباب والنساء في تونس هذه السنة الشباب في تونس بشكل عام يعاني الإحباط واليأس والتهميش والبطالة وغياب الأفق لبناء مستقبله وهذه إشكالية نحن نريد أن نساهم من موقعنا في إيجاد التصورات والبدائل والحلول التي من شأنها أن تعيد هذا الحلم للشباب التونسي حتى يكون فاعلا ومؤثرا تأثيرا إيجابيا إصلاحات تشريعية عديدة شهدها نظام الاتحاد العام التونسي لشغل الداخلية السنوات الأخيرة قوت دور المرأة والشباب وحضورهما فيها يكله أعربت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عن رفضها المطلق منع بعض الصحفيين من أداء واجبهم ودورهم في نقل الأخبار ضمانا لحق المواطنين في النفاذ لجميع المعلومات المتعلقة بنشاط رئيس الجمهورية وذلك على خلفية ما حصل خلال الندوة الصحفية لرئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء الماضي بقصر قرطج وأكدت الهيئة في بلاغ لها اليوم على حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في إعلام متعدد يضمن تغطية صحفية متنوعة لا تغطية منحصرة في زاوية تعيد تجربة الإعلام الموجه مشددة على أن حرية الإعلام السمعي البصري تعتبر المكسب الوحيد الثابت بعد الثورة وخط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عنه أو التفرط فيها كما دعت رئاسة الجمهورية إلى اعتماد سياسة اتصالية تتسم بالوضوح والشفافية في كل ما يتعلق بنشاطها في شأن الليبي قتل مدنيان وأصيب 12 آخرون في قصف جوي استهدف مدينة الزاوية غرب العاصمة ترابلس وذكرت مصادر صحية أن القصف استهدف محلات تجارية على الطريق الساحلي للمدينة من جهتها أكدت المؤسسة الليبية للنفط سقوطك قذيفة بالقرب من ميناء الزاوية النفطي مجددة دعواتها إلى الوقف الفوري للاشتباكات وعدم المساس بثروات الشعب الليبي تفادياً للأضرار الجسيمة الناجمة عن تلك المواجهات ضمن تطورات الوضع في سوريا موجة نزوح ضخمة من إدلب شمال غرب البلاد كشفت عنها الأمم المتحدة اليوم أكثر من مائتين وخمسة وثلاثين ألف شخص فروا من المحافظة التي احتدت فيها وطيرة الغارت وسجل مكتب الشؤون الإنساني الأممي أن مدينة معرة النعمان باتت شبه خالية من سكانها لما كان تساعد حدة التوتر في محافظة إدلب السورية البندل أبرز في جدول أعمال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير كوتين وأعضاء مجلس أمنه الفيدرالي الذي انتهى إلى التأكيد على هششة الوضع في شرق الفرات كان الألف من المدنيين سكان المحافظة يحزمون الضرورية القليلة من الأمتعا في رحلة هروب من عنف دفعهم إلى إخلاء منازلهم فهنا وبين أحياء إدلب وانتعالت صرخاتهم فصدها لم يبلغ بعد مسامع صانعي القرار وسط قصف يصم الأذان يقول الكرملن الروسي إنه نتاج تصد للعمليات الإرهابية التي تزايدت حدتها في المحافظة فحولت إحدى أكبر مدنها معرة النعمان إلى مدينة أشباح والصورة منها أبلغ من أي تعليق فهنا تلوح كل ملامح الهجر لمدينة كانت عنوانا لموروث تاريخي عميق وأول المنظمين للتحركات الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس من سنة 11 و2000 الأمم المتحدة بلغتها نواقص الخطر من أزمة إنسانية دقتها في رقوها الإنسانية العاملة في سوريا إذ أعربت عن انشغالها من الأعمال العدائية على حياة النازحين الذين قدرتهم بأكثر من 235 ألف شخص والذين يتدفقون كالسيول نحو مدن أبعد في الشمال السوري هناك حيث تقول فرق المنظمات الإنسانية إنهم يواجهون مصيرا أكثر قسوة وهو سقيع الشتاء بدت ملمحه بتسجيل خسائر في الأرواح والحاجة الملحة لأكثر من 12 مليون شخص إلى الخدمات الصحية العاجلة المنظمة الأممية للطفولة اليونساف من جهتها نقلت وزر آلاف الأطفال الذين يخنقهم حتى الموت دخان المدافع وبرد الشتاء وجوع التهجير القصري عناصر اجتمعت كلها لتحدث بمقتل وإصابة أكثر من 500 من الأطفال في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة التي لم تقفل بعد حصيلة دمار حرب لم تشأها في أخبار الرياضة انطلقت منذ قليم مباراة الجولة الثالثة من كأس رابطة الأبطال الإفريقية والتي يستضيف خلالها التراجي الرياضية التونسي نادي فيتا كلوب الكونغولي بملعب رادس لحساب المجموعة الرابعة من جهته يلقي النجم الرياضية الساحلي الممثل الثاني لكرة القدمة التونسية في المسابقة فريق الهلال السوداني غدا السابت بالملعب نفسه بداية من الخامسة مساء في إطار الجولة الثالثة للمجموعة أثانيا وللتذكير مشاهدين أكدت شركة نقل تونس عودة حركة المترو والحافلات إلى سالف نشاطها غدا صباحا بعد توقف فجئي منذ صباح اليوم وبهذا الخبر نصل إلى ختم النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها تأجيل الإعلان عن تركيبة الحكومة والجملي يؤكد الحرص على التثبت من كفاءة المرشحين ونزاهتهم شلل في حركة الحافلات والمترو في تونس الكبرى بسبب توقف فجئي للأعوان عن العمل ومساعي حفيفة لإعادة سير الحركة وحل الإشكال الأمم المتحدة تعلن عن موجة نزوح لأكثر من 200 ألف سوري من مدينة إبلب إدلب ومعرة النعمان تتحول إلى مدينة أشباحا وطبعا بإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة والمزيد من الأخبار على بوابة التلفز التونسية شكرا على المتابعة سهر طيبة اشتركوا في القناة